أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حيل من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سبيعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويقافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا واتيما وأسيرا إنما نتعمكم لوجه الله لا نريد منكم جساء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا فدانيتا عليهم ظلالها وظللت قطوفها تغليلا فيطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا وصاير من فضة وسقاهم ربهم شرابا تغورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشتورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبروا لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وبكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويضرون وراءهم يوما تطيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمة والظالمين أعد لهم عذابا ترجمة نانسي قنقر